موسيقى اهلا بكم الى الاخبار من الميادين وفي عناوينيا موسيقى الرئاسة الاوكرانية تعلن تعرض كييف لقصف بطائرات مسيرة انتحارية وحلف الناتو يبدأ تدريبات نووية في شمال اوروبا وغربها موسيقى دول خليجية والعراق والجزائر تعلن دعمها قرار الدول المشاركة في اتفاقية اوبيك بلاس لخفض انتاج النفط موسيقى تظاهرات حاشدة في فرنسا رفضا لسياسات ماكرون الاقتصادية والاجتماعية والنقابات واحزاب اليسار والبيئة تلوح بتحركات اوسع واضخم غدا موسيقى تدريبات عسكرية للقوة البرية التابعة لحرس الثورة في ايران شمال غرب البلاد اليوم موسيقى للليلة الثالثة احتجاجات في العاصمة التونسية وصدامات مع قوات الام موسيقى اعلنت الرئاسة الاوكرانية تعرض العاصمة كييف لقصف بواسطة مسيارات انتحارية بدوره اكد عمدة كييف ان انفجارات ضخمة هزت منطقة وسط المدينة شهود عيان قالوا ان انفجارين هزا كييف احدهما استهدف مبنى شركة الطاقة الاوكرانية كما تم الاعلان عن حالة تأهب جوي في العاصمة وسبع مناطق اخرى من اوكرانيا كما افادت وسائل اعلام اوكرانيتنا الليلة الماضية بوقوع سلسلة انفجارات في مدينة نيكولايف حيث اندلع حريق في موقع لتخزين الوقود فيما استمرت الغارات الجوية على المدينة لاحقا في وقت سابق ذكرت وسائل اعلام اوكرانية ان انفجارات هزت منطقة اوديسا فيما اعلن او اعلن عن حالة تأهب جوي في منطقتين دينيبرو بيتروفيسك وكيرو فوغراد الآن معنا من محافظة موسكو مدير مكتب الميادين في موسكو سلام العبيدي مرحبا بك سلام ما طبيعة الأهداف في العاصمة كييف التي استهدفت ويبدو في كييف وفي مناطق أخرى من أوكرانيا حتى صلاح الخير محمد بالفعل يعني بنك الأهداف الروسي في هذا القصف الذي يستمر لبضعة أيام هو ضرب المنشآت الحيوية لا سيما ما يتعلق بالطاقة وطبعا أيضا مراكز القيادة أقصدنا الأهداف العسكرية يعني هناك أهداف حيوية استراتيجية تتعلق بمنشآت الطاقة وأيضا أهداف عسكرية قبل مضعة أيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال أن في بنك الأهداف فيما يتعلق بالطاقة هناك 29 مؤسسة استهدفت القوات الروسية ودمرت وأخرجت من الخدمة 22 مؤسسة وبقيت 7 مؤسسات ولذلك يبدو أن هذا القصف هو لاستكمال تدمير الأهداف التي وضعتها القيادة العسكرية الروسية في بنك الأهداف وتحديدا في كيف تم قصف منشآة مهمة تسير كل وحدات ومؤسسات الطاقة في أوكرانيا ومن المحرطات الكهربائية وإلى آخره هي مؤسسة أوكر إينارغا هذه المؤسسة تتحكم بكل مشاريع الطاقة والمؤسسات الطاقة في أوكرانيا وتوجيه ضربة إليها يعني شل هذه المؤسسات ليس فقط يعني عمليا وتقنيا وإنما أيضا تنظيميا وإداريا لذلك كان هذا هدف رئيسي بالقصف الروسي وهذا أيضا كان يتعلق بالقصف على العديد من البدن الأخرى في مختلف المحافظات الأوكرانية في الشمال وفي الجنوب وفي غرب البلاد لذلك هذه المطبع كما قلت بحركة الروسية نعم شكرا جزيلا لك مدير مكتب الميادين في موسكو سلام العبيدي الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي قال أن معارك عنيفة تدور في محيط بلدتي سوليدار وباخموت في دونباس كما أكد وجوبة يعمد الأوكرانيون إلى التخفيف من استهلاك الكهرباء نتيجة للإرهاب الصاروخي الروسي في بعض مدن أوكرانيا ومقاطعاتها يتعين علينا الحد من إمدادات الكهرباء حتى يعمل النظام بأكمله بثبات وعلى نحو جيد يمكن تجنب الانقطاع إذا تعاملنا جميعا بوعي مع استهلاكنا خلال ساعات الذروا إذلك أقترح تخفيف استهلاكنا للكهرباء من الساعة الخامسة من بعد الظهر حتى الحدية عشرة مساء يبدأ حلف شمال الأطلسي اليوم تدريباته النووية السنوية ستيت فاسنون شمال أوروبا وغربها وتشارك في مناورات الردع النووي القوات الجوية من أربع عشرة دولة ونحو ستين طائرة بما فيها مقاتلات من الجيلين الرابع والخامس الموقع الإلكتروني للنيتو ذكر أن المناورات هي تدريبات روتينية لا علاقة لها بأي من الأحداث العالمية الحالية إلى ذلك يخطط وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في لوكسنبورغ للموافقة على شريحة جديدة من المساعدات المالية للجيش الأوكراني وإلى إطلاق مهمة لتدريب الجيش الأوكراني وصرح مصدر أوروبي في بروكسيل أن الدفعة السادسة من المساعدات العسكرية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لكييف ستبلغ نصف مليار يورو وبذلك يصل إجمالي المساعدات العسكرية التي يقدمها الاتحاد لأوكرانيا إلى أكثر من ثلاثة مليارات يورو أعرب كل من الجزائر والكويت والبحرين وعمان والعراق والإمارات عن دعم قرار منظمة أوبيك بلاس خفض إنتاج النفط بدءا من الأول من الشهر المقبل هذه الدول قالت أن قرارات أوبيك بلاس تستند إلى مؤشرات اقتصادية وتتخذ بمهنية وموضوعية مشيرة إلى أن وجود إجماع في المنظمة على أن أفضل نهج في الوقت الحالي هو نهج استباقي يحافظ على استقرار السوق قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أنه إذا تم تحديد الاتحاد الأوروبي أسعار الغاز الروسي فسيصبح ذلك ثمنا سيدفعه مواطنو الدول التي انضمت إلى هذا القرار بيسكوف أكد أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يخطط للقاء مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة مارسين جريفث وذلك بعد إعلان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك سابقا أن جريفث ورئيسة المؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية سيتوجهان إلى موسكو لبحث تمديد صفقة الغذاء من جهته دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ألمانيا إلى أبداء تضامن أوروبي في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة ليسكو حذر ماكرون من أن إخلالا بالتوازن على صعيد التنافس يمكن أن ينجم عن الخطة الألمانية الضخمة لمساعدة الأسر والأفراد مشيرا إلى أن ألمانيا تمر بلحظة تغيير لنموذجها لا يجوز التقليل من طبيعته المزعزع للاستقرار بحسب تعبيره أكد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن بما يحفظ سيادة سوريا واستقرارها وعروبتها مشددا على أهمية منع تجدد العنف فيها وفي خطابه السنوي لأعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى قال العاهل السعودي أن الرياض تعمل جاهدة على دعم استقرار أسواق النفط العالمية وتوازنها وأكد موقف بلاده الداعم لجهود إيجاد حل سياسي في أوكرانيا تظاهرات حاشدة شهدتها العاصمة الفرنسية بدعوة من أحزاب اليسار والبيئة هو يوم لتحدي إيمانويل ماكرون في الشارع ورفضا لسياسته الاقتصادية والاجتماعية ومقدمة لتحركات أوسع وأضخم غدا الثلاثاء التفاصيل مع موسى عاصي عشرات الآلاف لبوا دعوة أحزاب اليسار والبيئة في يوم تحدي لسياسة ماكرون الاقتصادية الاجتماعية المتظاهرون الذين وفدوا إلى العاصمة من 120 مدينة وبلدة عبروا عن غضبهم من ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية على خلفية تضخم بلغ عشرة في المئة بسبب تداعيات أزمة الطاقة التي تضرب البلاد ومن إصرار الرئيس الفرنسي على عدم سماع المطالب الشعبية أتيت للاحتجاج على الرواتب وتراجع القدرة الشرائية وعدم رفع سن التقاعد إلى 65 في الواقع لا شيء يسير على نحو جيد في فرنسا يجب رفع الرواتب لأن كل شيء ارتفع سعره من الوقود إلى الكهرباء إلى المواد الغزائية نحن لن نعد نعيش بل نستمر على قيد الحياة فقط منظم التظاهرة استند إلى حجم المشاركة الواسع في تحركهم فوضعوا هذا التحرك في إطار الخطوة الأولى نحو توسيع الاحتجاجات وربما نحو الإضراب العام هذا تحرك تاريخي استعراض قوة من أجل الضغط على السلطة وعلى البرلمان لكي نثبت برامجنا الاجتماعية القادرة على منح الفرنسيين حياة أفضل سياسة الحكومة الفرنسية في الحرب الروسية الأوكرانية كانت محل انتقاد واسع المتظاهرون رفعوا شعار لا نريد الحرب ولا نريد أن تذهب ملياراتنا إلى الحرب بل نريدها إلى الشعب الفرنسي إذا كان علينا اتخاذ موقف في هذه الحرب فهو موقف السلام لا تأجيج الحرب من خلال إرسال الأسلحة لإطالة أمد هذه الحرب نجاح تظاهرة تجمع اليسار والبيئة مثل رسالة واضحة للتظاهرة النقابية الثلاثاء المقبل فالتوقعات تشير إلى مشاركة استثنائية في هذا التحرك خصوصا أن النقابات ترفض حتى الآن عروض الحكومة وشركات النفط لإعادة العمل في مصاف التكرير فيما انتقلت أزمة الوقود خلال عطلة نهاية الأسبوع من سيء إلى أسوأ تعرض أزاب اليسار والبيئة محطة أولى في سلسلة تحركات تستكملها نقاباته مطلع هذا الأسبوع في تحدي يبلغ الدروة مع رئيس لم يتراجع حتى الآن عن نيته تطبيق سياسة اقتصادية لبرالية مصعاس باريس الميادين وفي إيطاليا تجمع العشرات في العاصمة روما احتجاجا على ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء في البلاد المتظاهرون طالبوا بخفض الفواتير وزيادة الأجور لحماية الأسر من تأثير ارتفاع الأسعار مرددين شعارات منددة بالسلطات الإيطالية كما عبروا عن مخاوفهم من عدم قدرتهم على دفع فواتير الطاقة أعلن قائد القوة البرية في حرس الثورة الإسلامية محمد باكبور انطلاق مناورات عسكرية للقوة البرية التابعة للحرس في منطقة أرس شمال غرب البلاد اليوم وستجرى المناورة في محافظتي أردبيل وأذربيجان الشرقية حيث ستشارك فيها طائرات مسيرة قتالية وانتحارية ومروحيات قتالية وسيجري خلالها تدرب على تنفيذ الهجمات الليلية والسيطرة على الطرق السريعة والمرتفعات انتقد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الرئيس الأمريكي جو بايدن لتحريضه على الفوضى والإرهاب والدمار في إيران وقال في اجتماع للحكومة الإيرانية أن لأمريكا دورا في معظم عمليات التخريب والاختيال والشغب على صعيد المنطقة تصريحات الرئيس الأمريكي الذي يجيز لنفسه التحريض على العنف وإثارة الشغب وتدمير الممتلكات في بلاد أخرى تعيد تذكيرنا بالمقولة الخالدة لمؤسس الجمهورية الإسلامية الذي نعت فيها أمريكا بالشيطان الأكبر العدو يسعى لاستغلال الأحداث الأخيرة في سياق نشر اليأس والأحباط داخل المجتمع وعلى المسؤولين اتخاذ خطوات مؤثرة لمعالجة مشاكل المواطنين وبالتالي لإفشال مؤامرات العدو أكد قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أن ما يجري في إيران اليوم هو حصيلة هزائم الولايات المتحدة المتتالية وأضاف أن الأمريكيين يبذلون ما في وسعهم لنقل ساحة الصراع إلى مدارس إيران وإفراغ الشباب من هويتهم وشدد على أنه كلما ابتعد الثقافة المجتمعات عن الثقافة الأمريكية اشتدت قوة الهجمات ضدها أشار التلفزيون الإيراني في تقرير الله إلى أن الهدف من افتعال حريق في مجغل الخياطة في سجن إيفين كان لتأمين هروب بعض المساجين المحكوم عليهم بالسجن على خلفيات جرائم وسرقات نفذوها وكان محافظ طهران محسن منصوري قد أعلن احتواء الحريق وعودة الهدوء إليه مسؤولون في السجن قالوا أن ما جرى هو عراك بين مجموعتين من سجناء الحق العام في قسم الخياطة بالسجن أدى إلى نشوب حريق فيه ونفو أن يكون للحادث أي خلفية سياسية وقد أدى الحريق إلى مقتل أربعة سجناء وإصابة واحد وستين آخرين هذا هو أحد أقسام سجن إيفين لندخل ونزره من الداخل يرافقنا سيد حياة الغيب المدير العام لسجون محافظة طهران هذا أحد عنابر السجن نعتذر منكم لجعلكم تستيقضون من النوم أجهزة الهاتف موجودة في كل الأقسام صحيح؟ نعم هل أبلغوا عوائلهم أنهم بخير؟ نعم بإمكانهم الاتصال الآن أيضا بعوائلهم والتأكيد لأن وجوء يعوم السجن وليس لديهم أي مشكلة الساعة الآن متأخرة هم نائمون ولا نريد إزعاجهم بعض القنوات التلفزيونية الأجنبية ادعى أن شدة الانفجار في سجن إيفين تسبب بتحطم نوافذ البنايات المجاورة هذا هو المكان الرئيس لاندلاع الحريق والاشتباكات في ورشة الخياطة لنره من الداخل ما يزال الدخان موجودا هنا الحادثة شملت الطابق الأعلى أيضا الطابق الأعلى والطابق السفلي أيضا بعد الاشتباكات التي حصلت بين السجناء قاموا بإحراق الورشة هذا هو الطابق الثاني من ورشة الخياطة إنه غير آمن حاليا لأن الصقف تضرر جراء الحرارة الشديدة ورجال ضدفاء العزاء يقومون بإخمادها من الواضح أن المكان كان مليئا بالأقمشة وكما تشاهدون احترقت كلها لجنة تقص الحقائق في البرلمان الإيراني أكدت في تقريرها أن الفتاة مهسى أميني لم تتعرض للضرب أو الإهانة ما يتحض مزاعم وسائل الإعلام الغربية فكيف تستغل وسائل الإعلام الأحداثة لتقلب الحقائق نتابع التفاصيل مع ملح مرية لم تتعرض للضرب ولا للإهانة هذا ما خلص إليه تقرير لجنة تقص الحقائق في مجلس الشورى استنادا إلى الشواهد والأدلة وهذا ما خلص إليه قبل أيام تقرير الطب الشرعي أيضا لكن اللجنة أشارت إلى ضرورة إعادة النظر بآليات عمل شرطة الأخلاق حيث تتقاطع في موقفها هذا مع موقف العديد من الشخصيات والمؤسسات الرسمية الإيرانية وتؤكد فيديوهات نشرت لوالد السيدة أميني أن ابنته كانت تعاني من مرض منذ طفولتها وهذا يضحض كل الأخبار الزائفة والمفتعلة والمفبركة التي تروج لها وسائل إعلام معارضة ووسائل إعلام عربية وأجنبية حول السبب الحقيقي لاندلاع أعمال الشغب التي بدأت قبل حوالي شهر تقريبا ولا تتخطى تجمعات محدودة في مناطق متفرقة في بعض المدن الإيرانية وبعض المجموعات التي تتنقل من منطقة إلى أخرى للتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين وللترويج إعلاميا إلى أن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة وأن نقعة الاحتجاجات في اتساع بينما يغضون النظر عن التجمعات المليونية التي تخرج دعما للنظام وفي المناسبات الدينية آخر الأكاذيب كان حول أحداث سجن إيفين في شمال طهران روجت وسائل الإعلام المعادية للنظام في إيران معارضة كانت أم خليجية أو أوروبية وأمريكية وكأنه تمرد داخل السجن دعما للإحتجاجات بينما تؤكد تقارير السلطة القضائية الإيرانية أن الأمر مجرد عراق بين مجموعتين من المساجين أدى إلى إحراق معمل للخياطة داخل السجن وسرعان ما تم إخماده وإعادة الهدوء إلى السجن بشكل عام وهذه الصور التي التقطتها كاميرا التلفزيون الإيراني عند الساعة الثانية صباحا أي بعد ساعات قليلة من الحادثة تؤكد هذه الحقيقة وهي لقطات تشير إلى مشهد حضاري حيث يظهر الاهتمام اللافت الذي توليه منظمة السجون الإيرانية بهذه السجون والتي تعتبر هنا مركز تأهيل لإعادة السجناء إلى الحياة من جديد ملحمرية طهران الميادين أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو رفضه المشاركة في اجتماع إحاطة أمنية بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان الذي دعا إليه رئيس الحكومة يير لابيد حزب الليكود الذي يترأسه نتنياهو طالب في تغريدة له بعرض الاتفاق للتصويت والمصادقة عليه في الكنيسة وقال إن لابيد يرفض الحصول على موافقة الكنيسة على اتفاق الاستسلام لنصر الله بالدعاء أن المعارضة لا تعجبه بحسب تعبيره قبل يوم من نهاية عيد العرش اليهودي أعلنت منظمات الهيكل أنها نفذت أكثر من أربعة آلاف وخمسمائة اقتحام للمسجد الأقصى خلال أسبوع الأعياد هذا ويسود هدوء حذر المسجد الأقصى وفي محيطه وفي آخر أيام عيد العرش اليوم وسط استعدادات بين المستوطنين لتكرار اقتحاماتهم للأسرة مباشرة إلى القدس المحتلة مع الزميلة هناء محميد مراسلة الميادين هناك كيف تبدو الآن الأوضاع هناء والاستعدادات من قبل المستوطنين نعم محمد كما وصفت هي حالة هدوء حذر لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بالتزامن مع إدخال المقتحمين المستوطنين لبحث المسجد الأقصى بإبعاد منهم دون الأربعين عاما من الفلسطينيين عن بحث المسجد الأقصى وحتى عن محيطه عند البوابات الخارجية قبل قليل حيث نتواجد الآن في طريق باب السلسلة وهو أحد أبواب المسجد الأقصى يمكن أن تشاهد ذلك من خلف محمد يعني هناك حاجز لشرطة الاحتلال الإسرائيلي عند تقاطع الطرق الموصل إلى باب السلسلة وثم حاجز عسكري آخر أيضا لقوات الشرطة الإسرائيلية تماما عند باب السلسلة يعني ربما في عمق الصورة يمكن أن تشاهد بحث المسجد الأقصى المستوطنون الإسرائيليون يخرجون من هذا الباب بعد إنهائهم جولتهم في داخل بحث المسجد الأقصى أكثر من 130 مستوطنا قاموا باقتحام المسجد حتى هذه الساعة وقبل قليل محمد في هذه الطريق كان هناك عدد من المبعدين عن المسجد الأقصى من ضمنهم سيدات مقدسيات تم إبعادهم عن المسجد الأقصى وكذلك شبان أتوا من منطقة الجليل من منطقة عكة كما أخبرونا أيضا تم منعهم منذ ساعات الفجر من دخول المسجد الأقصى رغم أنهم حاولوا تكرار محاولتهم عدة مرات ولكن قوات الاحتلال قامت بمنعهم من دخول المسجد الأقصى من أجل أن تقوم بإخلائه للمستوطنين الإسرائيليين وتم إخلاء هذه المجموعة كذلك الأمر من هذا الطريق أيضا محمد رغم أنهم خارج بحث المسجد الأقصى ولكن جاءت قوة عسكرية تابعة لشرطة الاحتلال وقامت بدفعهم بشكل عنيف وإبعادهم أيضا من هذه المنطقة ومن ثم في مرحلة لاحقة قامت باعتقال إحدى المرابطات المقدسيات التي كنا يتواجدنا هنا مع هذه المجموعة بذريعة أنها قامت بشتم قوات الشرطة الإسرائيلية طبعا هذا بعد الاعتداء عليها والاعتداء على مجموعة أخرى من السيدات ومن الشبان المقدسيين وتيرة الاقتحامات محمد للمسجد الأقصى من قبل هذه الجماعات الاستيطانية المتطرفة في تصاعد مستمر هذا ما نرصده خلال متابعتنا الدائمة لمثل هذه الاقتحامات والتي تزداد حدتها خلال فترة الأعياد العبرية نتحدث عن ربما حوالي ألفين مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى خلال الشهر الأخير وكما تدعي الجماعات الاستيطانية تم اقتحام حوالي 48 ألف مستوطن خلال هذا العام حتى هذا الوقت لبحات المسجد الأقصى وهذا طبعا رقم كبير نسبة للسنوات الماضية وهذا يبين لربما السياسة الإسرائيلية الممنهجة بدعم حكومي أصلا لهذه الجماعات الاستيطانية التي كانت في يوم ما بالهامش ضمن اليمين الإسرائيلي لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا في المرحلة الأولى وأيضا كما تعلن هذه الجماعات الاستيطانية وأحزاب أيضا سياسية موجودة في البرلمان عن نية تقسيمه مكانيا أيضا وهدم قبة الصخرة المشرفة وإقامة كنيس مكان هواء الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى المبارك بخصوص هذه الجماعات الاستيطانية ما يعرف بمنظمات الهيكل التي أعلنت أنها نفذت هذه الاقتحامات للأقصى هل متوقع اليوم أيضا أو هل هناك دعوات من داخل هذه المجموعات الاستيطانية إلى تنفيذ اقتحامات كبيرة للمسجد الأقصى؟ كان هناك بالفعل دعوات لهذه المجموعات لاقتحام المسجد الأقصى أيضا خلال هذا اليوم هو اليوم الأخير في عيد العرش اليهودي يسمى هذا اليوم ببهجة التوراة كان هناك توقعات من قبل هذه المنظمات الاستيطانية اليمينية المتطرفة باقتحام المئات ولكن حتى الآن محمد وهذه الساعات هي الساعات المفصلية عادة ما تكون في إحصاء هذه الاقتحامات الاستيطانية نتحدث عن حوالى 130 أو أكثر بقليل من المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى هذا عدد نسبة لدعوات هذه المنظمات هو عدد ضئيل بالنسبة لهذه الدعوات وهذه التوقعات التي كانت في الأيام الماضية باقتحام المئات من المستوطنين خلال هذا النهار ولكن من دون شك يعني عندما تتحدث هذه المنظمات ونحن سألنا أيضا دائرة الأوقاف الإسلامية صباح هذا اليوم عن أعداد المقتحمين بحسب إحصائهم نتحدث عن أعداد مشابهة أكثر من 4500 مستوطن خلال أسبوع واحد هذا بطبيعة الحال رقم مهم كبير خطير بالنسبة لهذه الاقتحامات ولسيما أنها تنفذ في ظل سياسة ممنهجة كما ذكرت بإخلاء المسجد الأقصى من المصلين الفلسطينيين يعني في سنوات سابقة كنا نشهد مثل هذه الاقتحامات لربما بأعداد أقل وبالتزامن يكون هناك تواجد كبير نسبيا للمرابطين والمرابطات داخل بحات المسجد الأقصى ولكن سلطات الاحتلال الشرطة الإسرائيلية يعني تعمد بشكل متواصل إلى إبعاد وإخلاء المسجد الأقصى من المرابطين والمرابطات من خلال ملاحقتهم إبعادهم عن المسجد الأقصى بأوامر يعني من الشرطة الإسرائيلية بالتحقيق معهم وباعتقال أيضا أعداد منهم شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات الزميل هنا محميد مراسلة الميادين في القدس المحتلة أفاد الجيش اللبناني بخرق زوارق حربية إسرائيلية المياه الإقليمية اللبنانية مرات عديدة قبالة رأس النقورة قرب الحدود مع فلسطين المحتلة وقال بيان الجيش أن أربعة انتهاكات إسرائيلية جرت السبت حيث داخلت الزوارق الحربية مئات الأمتار داخل المياه الإقليمية اللبنانية وأن السلطات تبحث عن هذه الانتهاكات مع قوات اليونيفل يستمر الجمود في تأليف الحكومة اللبنانية على الرغم من الجهود غير المعلنة لإنضاج توافق يفضي إلى قطع الطريق على الخلاف السياسي المحتمل في حال تعثر انتخاب رئيس للبلاد نتابع التفاصيل مع عباس الصباب لا حراك جديا معلنا لتأليف حكومة في لبنان فيما الرئيس ميشيل عون يعتبر أن الأولوية المطلقة يجب أن تكون راهنا لانتخاب رئيس جديد للجمهورية الشروط والشروط المضادة أطاحت بالتفاؤل الذي أشاعه رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي عندما أكد أنه سيبيت في القصر الجمهوري إلى حين تأليف الحكومة الأطراف السياسية اللبنانية تنقسم في النظرة إلى الاستحقاقات الدستورية علينا أن نعمل لانتخاب رئيس جمهوري لأن تعويم حكومة هو تسليم بأنه ما في انتخابات رئاسية وأيضا التسليم بعد موجود انتخابات رئاسية أيضا هو الذهاب إلى الفوضى أما التيار الوطني الحر فيعتقد أن وجود حكومة كاملة الصلاحيات يجنب البلاد الجدل الدستوري بشأن تسلم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها اتخاذ أي قرار بغياب أي ثقة عنها من مجلس النيابي ومن وضع الحيل اليوم وجود حكومة كمان سيساعد بأنه استمرارية العمل بالدولة في وقت يكرر حزب الله في أكثر من مناسبة أن الأولوية لتأليف حكومة قبل انتخابات رئاسة الجمهورية لإنقاذ لبنان من التخبط السياسي المحتمل في حين تعتقد قوى حزبية أن الأولوية هي الانتخاب رئيس للبلاد مع انفتاحها على تعويم الحكومة الحالية طبعا مفيد أن يكون لدينا حكومة كاملة الصلاحيات لأنه كمان ما بنا نفوت بسجال دستوري وسجال صلاحيات ومثاقية إذا لا سمخ الله ما صار انتخاب رئاسي بوقته علم أن نحن ندعو ونحن سنشارك بانتخاب رئيس جمهورية في وقته الدستوري الرهان في لبنان على تأليف حكومة لمواجهة الاستحقاقات كتثبيت الحدود البحرية وكذلك معالجة أزمة النزوح السوري فضلا عن تنفيذ خطة التعافي لوقف الانهيار الاقتصادي المتدحرج مع غياب التوافق الداخلي على تأليف حكومة أو تعويم الحكومة الحالية قد يفتح الباب مجددا أمام الجدل الدستوري بشأن انتقال صلاحيات الرئاسة إلى الحكومة وكذلك قدرتها على اتخاذ مواقف مصيرية عباس صباغ بيروت الميادين يصل اليوم إلى العاصمة السورية دمشق المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون لمناقشة تفاصيل الجولة المقبلة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية ومن المرتقب أن يلتقي بيدرسون وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لمناقشة الجولة التاسعة للجنة الدستورية السورية الصغرى التي كان من المفترض أن تنعقد آخر تموز يوليو الماضي إلى ذلك أشار المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا أليكساندر لفرانتيف إلى ضرورة اختيار منصة جديدة لاجتماعات اللجنة المقبلة بدلا من جينيف تستمر قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا في شن حملات اعتقالات ومداهمات في قرى بلدة الياروبية شرق محافظة الحسكة وذلك على خلفية الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له قاعدته في محيط بلدة الرميلان النفطية القوات الأمريكية اختطفت أكثر من 15 شخصا من أبناء القبائل العربية وتولت تصفية شخص من الجنسية العراقية وأصابت عراقيا آخر كما كانت قد اختطفت سابقا شخصا آخر من سكان القرية بعملية إنزال جوي نفذ الجيشان الروسي والسوري عملية مشتركة ضد تنظيم داعش أدت إلى مقتل نحو 20 من عناصره وأعلن مركز المصالحة الروسية أن مجموعة من القوات المسلحة الروسية بالتنسيق مع وحدات القوات المسلحة السورية نفذت عملية خاصة في مدينة جاسب لمحافظة درعة جنوبية سوريا للقضاء على عناصر متورطين في التفجير الذي استهدف حافلة للجيش السوري في دمشق بوقت سابق سلسلة غارات جوية روسية استهدفت مواقع للفصائل المسلحة التابعة لما يسمى الجيش الوطني في منطقتين غصن الزيتون ودرع الفرات بريف حلم وهذه الفصائل ترفض تطبيق اتفاقية أستنة وفتح المعابر لإعادة وصل الجغرافية السورية بعضها ببعض رضا الباشا والتفاصيل على وقع خمس غارات جوية روسية أعلن الاستنفار التام في معسكرات مسلحي الجيش الوطني قرب عزازي وعفرين في ريف حلم الشمال ستة قتلى من مسلحي سقور الشمال التابعين لهيئة الثائرون حليفة الفيلق الثالث إضافة إلى عشرات الجرحة من جراء الغارات الجوية الروسية على معسكر لهم في منطقة كفرجنة غارة استهدفت مواقع المسلحين في المنطقة الفاصلة بين غصن الزيتون ودرع الفرات فيما يبدو استهدافا لفصائل مسلحة تعيق التوافقات السياسية بين أنقرة وموسكو الغارات أتبعت بقصف صاروخي استهدف مقار المسلحين من أبناء البلدات العربية ممن استضافوا قوات أمريكية في منطقة درع الفرات قبل أشهر قصف حمل في طياته رسائل نهاية حالة خفض التصعيد في المنطقة إذا ممضت هذه الفصائل بفتح خطوط ارتباط مع واشنطن خارج عباءة أنقرة أوسعت لتغيير خارطة السيطرة في المنطقة لإعادة تطبيق تسويات سياسية سبق أن أقرتها اتفاقية أستانا تقضي بفتح المعابر وإعادة الحياة إلى الطرق الدولية الواصلة بين أنقرة ودمشق ومنها إلى دول الخليج رضا الباشا حلم الميادين الأخبار من الميادين مستمرة وفيها بعد الفاصل قوى الحرية والتغيير في السودان تؤكد التوصل إلى رؤية موحدة من جديد أهلا بكم أفادت منظمة اليونسيف بأن التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخم دفعا أربعة ملايين طفل إضافي إلى خط الفقر في أنحاء أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى اليونسيف قالت أن الأطفال الروس والأوكرانيين هم الأكثر تضررا مشيرة إلى أن روسيا سجلت نحو ثلاثة أرباع الزيادة الإجمالية في عدد الأطفال الذين يعيشون في حالة فقر مؤكدة أن ذلك يأتي نتيجة للعقوبات الاقتصادية الغربية التي فرضت على موسكو إلى تونس وللليلة الثالثة تتجدد المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن وتحديدا في حي الانطلاق والتضامن في العاصمة المحتجون أغلقوا أحياء عديدة بعد اشتعال الميران في الإطارات المطاطية فيما استعملت قوات الأمن الغاز المسيّل للدموع لتفريقهم وتتهم السلطات التونسية مندسينة بالمشاركة في الاحتجاجات لغايات سياسية ولتنفيذ عمليات سريقة حالة غليان كبيرة داخل الشارع السياسي والاجتماعي في تونس وضع تحاول أطراف سياسية استغلاله للدفع بالبلاد إلى التناحر الداخلي خدمة ليطمع سياسيتنا بحسب مراقبين في المقابل فإن الجمود السياسية وعدم إطلاق حوار جدي واسع مع القوى الوطنية قد يزيد الوضع تأزمن فالمعارضة الرافضة لكل مصاري الخامس والعشرين من جوليا عادت مشاددا إلى تحشيد الشارع متواعدة بإسقاط ما وصفته بالانقلاب محملة الرئيس قيس سعيد مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاحتجاجات الليلية التي تأتي توازيا مع تحركات أخرى تشهدها عدة مناطق ما هي إلا إشارات تؤكد عمق الأزمة فيما يرى مراقبون أن اللجوء إلى الحلول الأمنية كما حصل في حي الضغم أمر خاطئ لأنها لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصادم بين الشعب والدولة حيث كشفت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن 14 شابا قتلوا خلال السنوات الماضية إثر مواجهات مع الشرطة تطورات ميدانية متسارعة تأتي وسط تخوفات من انفجار اجتماعي قد تصعب السيطرة عليه وعدم الأخذ بعين الاعتبار ما يعيش الشارع من حالة غليان بسبب نقص في المواد الأساسية والمحرقة والارتفاع الجنوني للأصغر ستكون له إنعكسات كبيرة في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني لإنقاذ ما تبقى من اقتصادها المتعثر في ذل تواصل السمت الحكومي والتأخر في معالجة الملفات الساخنة يخشى مراقبون من أن يؤدي ذلك إلى إعادة إنتاج الأزمة في البلاد مجددا بدلا من التوجه نحو حلها وتجاوزها سميح البغانمي تونس الميتين وتبقى معنا الزميلة سميح البغانمي لنسأل سميح بداية كيف تبدو الأوضاع الآن بعد أن تجددت الاشتباكات للمرة أو لليوم الثالث وما هي خصوصية حي التضامن بحيث يشهد لثلاثة أيام متتالية مواجهات مع قوات الأمن وحرق إطارات وما إلى آخره نعم هدوء حذر يسود المنطقة صباحا هذا اليوم وسط تعزيزات أمنية كبيرة خاصة على الطريق الرئيسي الذي بدأ يسترجع الحركة تدريجيا ليلة البارحة ربما هي كانت الأعنف منذ أن بدأت الاحتجاجات منذ ثلاثة أيام حيث عمد عدد من المحتاجين إلى رشق سيارات الشرطة بالحجارة وهما دافع شرطة بالرد بالغاز المسيل للدموع وكانت الداخلية قد أكدت في تصريح على لسان مدير مكتب العلام أنه تم القبض على عدد من المحتاجين وفي حوزات مبالغ مالية كانوا ينون توزيع على المحتاجين طبعا حي تضامنه له خصوصية وما كان هناك احتجاج إلا وكانت الانتلاق من هذا الحي وهو أكبر حي الشعبي تقريبا في تونس يضم نسبة 70% من سكان العاصمة ونسبة الفقر تجاوزت أكثر من 60% في هذا الحي الشعبي الكبير وفي فترة ما عرف هذا الحي بمعقل الفكر الإسلامي المتشدد طبعا كل الاحتجاجات انطلقت من هذا الحي وحتى أيام الثورة لعب هذا الحي دور محور كبير في الاحتجاجات اليوم ربما المشهد متشابه وطبعا هذه الاحتجاجات التي جاءت في ظاهرها على خلفية وفاة الشاب الذي تعرض إلى إثابات إثر مطاردة أمنية ولكن هي أيضا ثورة أو تعفس عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في ذلك الحي وأيضا هي في تونس كاملة في الحقيقة التي تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة طبعا ربما الاحتجاجات ستتواصل لأن عادة مع عودنا حي التضامن كلما كانت هناك احتجاجات ولن تستمر الإصابيع طبعا هناك تعزيزات أمنية كبيرة تم بعض تعزيزات أمنية كبيرة إضافية خلال ليلة البلد نعم سميحة وهناك اتهامات من قبل السلطات التونسية بوجود مندسين الأزمة الاقتصادية في الشارع التونسي هي قديمة يعني ليست جديدة هل تستغل في هذا التوقيت لأغراض سياسية وجاء ذلك الاتهام كما ذكرنا من قبل السلطات التونسية وهل متوقع أن يمتد هذا النوع من المواجهات إلى أحياء أخرى؟ هو لا يمكن إنكار أن الوضع العام هو وضع محتقن وطبعا هناك عديد الأطراف السياسية التي تسعى إلى إبشال مسار 25 وبالطبع ستستغل هذه التحركات وكانت حتى الداخلية قد أعلنت عن حجز مبالغ مالية كبيرة خلال المسارات التي انتظمت يوم الأحد وطبعا ستكون هناك أهداف سياسية تريد تحريك الشارع بشكل كبير ولكن لا يمكن إنكار أيضا الوضع الاقتصادي الكبير أكيد ستكون هناك تحركات جديدة لثيما أن الاتحاد الجهوي للشغل بمنطقة جريز قد أعلن عن الإضراب العام يوم غد احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية وعلى ارتفاع نسبة الهجرة غير شرعية في تلك المنطقة ويتوقع ربما أن تستمر هذه الاحتجاجات لسيما مقابل غياب الصمت الحكومي وتأخر الحلول الاقتصادية الضرورية وعدم توفر المواد المفقودة من ذلك المواد الغذائية الأساسية وكذلك المحروقات شكرا جزيلا لك من تونس مراسلة الميادين سميح البغانمي أكد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان توصله إلى رؤية موحدة تمثل جميع القوى سيجري طرحها على نحو تفصيلي اليوم قوى الحرية والتغيير قالت في بيان عقب اجتماعها أن طرح هذه الرؤية يرمي إلى تطويرها إلى موقف تفصيلي مع جميع قوى الثورة والانتقال بمشاركة أصحاب المصلحة الحقيقيين كما أكدت أنها ستواصل العمل المقاوم والانخراط مع كل قوى الثورة في الاعداد لمليونيات الحادي والعشرين من تشرين الأول أكتوبر والخامس والعشرين منه أعلنت جبهة تحرير تيغراي عن استعدادها للالتزام بوقف فوري للأعمال الحربية تلبية لدعوة الاتحاد الأفريقي إلى استئناف المساعدات الإنسانية ووقف العنف ودعا مكتب الشؤون الخارجية التابع للإقليم في بيان المجتمع الدولي إلى الضغط على أثيوبيا للجلوس على طاولة المفاوضات إضافة إلى الضغط على الجيش الإرتيري للانسحاب من المنطقة وكان الاتحاد الأفريقي قد دعا إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وإلى استئناف تقديم الخدمات الإنسانية تواجه المرشحان الرئاسيان في البرازيل غير بولسينارو ولولا دي سيلفا في أول مناظرة رئاسية متلفزة قبل أسبوعين من موعد الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية وخلال المناظرة اتهم الرئيس اليساري السابق دي سيلفا بولسينارو بالإحمال وبالتسبب بوفاة ستمائة وثمانين ألف شخص من جراء سوء تعامله مع وباء كوفيد تسعة عشر فيما حاول بولسينارو التركيز على قضية الفساد التي اتهم فيها دي سيلفا قبل أن يجري إسقاطها لاحقا خطط للداخل ورسائل لدول الخارج هكذا أراد الرئيس الصيني افتتاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني هذا تقرير لمهدي ديراني عندما يرسم الحزب الشيوعي الصيني خططه في الداخل الصيني للمستقبل القريب لا يخشى من أن يضع خطوطا حمورا أمام الاستفزازات الغربية والتدخلات الخارجية موقف يمكن استخلاصه بين سطور خطاب الرئيس الصيني تشي جي بينغ إن تايوان هي تايوان الصين لذا يعد حل مسألة تايوان من شؤون الصينيين أنفسهم ويتعين أن يقره بأنفسهم ونسعى إلى إعادة التوحيد السلمي بأصدقينية ومع ذلك لن نتعهد بالتخلي عن اللجوء إلى القوة ونحتفظ بخيار اتخاذ جميع التدابير اللازمة في هذا الشأن بحضور أكثر من ألفين عضو افتتح المؤتمر الوطني العشرون للحزب الشيوعي الصيني في قاعة الشعب الكبرى الرئيس شي وخلال تقديمه تقرير اللجنة المركزية التاسعة عشر أكد أن السنوات الخمسة الماضية كانت مليئة بالنجاحات وما أحرزته الصين خلالها ليس إلا تمهيدا لتحقيق الهدف الكامل المتمثل ببناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل بعد هذه السنوات التي شهدت تحديثات في القوى العسكرية تعظمت قدرات قواتنا وفي مواجهة الصعوبات والتحديات المستقبلية نحن على ثقة أنه لدينا شجاعة للتصدي بقوة إشارات واضحة بشأن الاتجاه الذي سيتخذه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تمثلت بخطوات مستقبلية كالتمسك بطريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية والفكر التنموي المتمحوري حول الشعب الصيني إلى جانب تأكيد بناء نظام صناعي حديث والدفع بعملية النهوض بالأرياف وتعزيز التنمية الإقليمية المنصقة المؤتمر الذي تستمر أعماله أسبوعا كاملا يناقش وسط أجواء دولية معقدة خطة البلاد لتحقيق الهدف المئوي الثاني أما تعزيز الأمن القومي ومنظومته والارتقاء بمستوى حكمة الأمن العام فسيكونان من الأهداف الرئيسية التي سيعمل أكثر من 96 مليون عضو في الحزب على بلورتها أسبوع واحد هي المهلة التي تحدد خلالها استراتيجية الدولة الصينية في السنوات الخمسة المقبلة وتجديد الرئيس الصيني على أن هذه السنوات المرحلة الحاسمة بالنسبة إلى الصينيين ليس إلا تأكيدا واضحا على عزم قيادة الحزب الشيوعي المضي قدما بالبلاد في المجالات كافة مهدي ديراني من قاعة الشعب الكبرى الميادين مشاهدين هذه النشرة انتهت ونذكر بعناوينها الرئاسة الأوكرانية تعلن تعرض كييف لقصف بطائرات مسيرة انتحارية وحلف الناتو يبدأ تدريبات نووية في شمال أوروبا وغربها دول خليجية والعراق والجزائر تعلن دعمها قرار الدول المشاركة في اتفاقية أوبيك بلاس لخفض انتاج النفط تظاهرات حاشدة في فرنسا رفضا لسياسات ماكرون الاقتصادية والاجتماعية والنقابات وأحزاب اليسار والبيئة تلوح بتحركات أوسع وأطخم غدا انطلاق تدريبات عسكرية للقوة البرية التابعة لحرس الثورة في ايران شمال غرب البلاد للليلة الثالثة احتجاجات في العاصمة التونسية وصدامات مع قوات الأمن ودائما المزيد من الأخبار والتفاصيل على الميادين دوت نت باللغات العربية والانجليزية والإسبانية شكرا جزيلا للمتابعة وفي أمان الله